السلام عليكم ازاي اكمو عاملين ايه؟ تعالوا في الفيديو ده نحل exercises كده على الحاجات اللي خدناها قبل كده بس قبل ما نحل تعالوا على حاجة صغيرة لو حد اخد باله مع كل فيديو بنبدأ ان احنا نشرحه بنسيب الفايل القديم مش بنكتب كود في نفس الفايل القديم ونمسح الحاجة اللي اتكتبت لا انا بكاريت فايل جديد بكل topic بنتكلم فيه فعملنا حاجة ممكن تكون مفيدة للناس شوية ان بعد ما بنخلص الفيديو بارفع الكود ده على جيت هاب بحيث ان انت وانت بتتفرج على الفيديو مثلا عصد تاخد حاجة من الكود وعصد تبص على حاجة معينة في الكود ما تحتاجش ان انت كل شوية تفضل ترجع للفيديو وتجيب الجزء اللي كان بتكتب فيه الحتة دي مثلا او الجزء من الكود اللي انت بتدور عليه فلا يبقى عندك الكود كله موجود هنا في جيت هاب هتلاقوا اللينك بتاع Reposit 3D في الدسكريبشن بتاع كل فيديو تقدر ان انت تخش عليه ممكن تعمل لها star مثلا ان هي تبقى في ال start ده عندك بحيث ان لما يترفع اي حاجة تخش الجبهة من عندك على طول ما تحتاجش ان انت تروح مثلا تفتح يوتيوب وتجيبها من description وكده وهتلاقي بقى كل فايل موجود بكل فيديو احنا شرحناه ممكن تخش على الفايل ذات نفسه مثلا وتشوف الكود اللي انت عايزه او ان انت ممكن تجي من كود هنا وتعمل download zip ويبقى معاك الفايل كامل وتروح تعمله open folder من visual studio code زي ما احنا بنعمل عادي وتلاقي الفايل ذو كلها معاك فدي اول حاجة كنا عايزين نقولها على حتة github وان الكود يكون مع الناس بحيث ان انت تقدر ترجع له او تبص على اي حاجة في اي وقت انت عاوزه طيب النهار طبعا عايزين نحل شوية اسئلة كده على الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الفيديوز اللي فاتت فمعانا اول سؤال مثلا بيقولك عايزك تعمل لي 3 variables واحد يكون لل student name وواحد يكون لل graduation year والثالث يكون للتر جريد اللي هي الدرجة بتاعت الطالب ده يعني واضبع لي لثلاث حاجات دول فلاين واحد بس طب تعال نروح لفيديوز الستوديو كود ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي اول حاجة احنا عايزين 3 variables قلنا ال variable انا مش بحدد data type ولا اي حاجة بدي اعلى طول اسم ال variable وقلو بيساوي وديله ال value بتاعته فاول حاجة مثلا هنعمل variable اسمه name وديله اسم الطالب مثلا احمد تاني حاجة مثلا عايزين graduation year فنقول له g مثلا year ان دي graduation year بتاعت الطالب ده هتكون مثلا سنة 2025 وثالث حاجة letter grade اللي هو الدرجة بتاعت الطالب ده فنقول له عندي grade مثلا الطالب ده مثلا اتخرج بامتياز او الدرجة بتاعته دلوقتي مثلا هي ايه فكده عملنا ال 3 variables اللي هو عايزهم ودينا لهم اي 3 values زي ما احنا عايزين عايزين دلوقتي نطبع بقى ال 3 حاجات اللي احنا عملناهم دول اللي هو اسم الطالب والgraduation year بتاعته والgrade بتاعته بس عايزنا نطبعهم في line واحد بس طب اطبعه عادية جدا يبنا نقول له print ونكتب جوه ال variables اللي هي هتكون بت contain values دي يعني مش هنيجي بقى هنا نقول له احمد و 2025 وايه لا احنا خلاص اتفقنا ان اي حاجة هنعوزنا نعملها هنخزنها في variable بحيس ان احنا ما نكتبهاش hardcoded لان ده هيسهل عنا كتير لعوزنا نغير في value وعوزنا نعمل اي حاجة مش هنصلح كتير فاكتب له اول حاجة انا عايز اطبع ال name وقلنا علشان نطبع حاجة تاني string جنب string بنعمل concatenation ان انا اقول له plus واكتب جنبها الحاجة التانية اقوله اطبع لي تاني حاجة هي year اللي هو graduation year وثالت حاجة اطبع لي grade طيب كده احنا كتبنا لهو التلاتة variables اللي هم عايز اطبعهم هيتبعهم للتلاتة جنب بعض بس هنا كده في غلطة يعني حاول تبوز كده الفيديو واكتشف الغلطة هنا فين الغلطة عندنا هنا ان احنا عاملين graduation year 2025 وده عبارة عن انتجر لكن name والgrade فهم عبارة عن string وزي ما احنا عارفين علشان نبرنت اي حاجة ماينفعش ان احنا نعمل concatenation للstring ونحط جنبه على طول حاجة نوعها انتجر او حاجة نوعها اي حاجة غير string فقلنا الحل هنا ان احنا نعمل كاستنج ان نغير type بتاع الحاجة اللي هي نوعها انتجر دي او اي نوع تاني عموما ولازم نحاولها ال string علشان خاطر تتقبل وما يكونش فيه اي ارر عندنا فقلنا علشان نعمل كاستنج بنكتب ال data type اللي احنا عايزينه ونحط بين الكوسين الحاجة اللي احنا عايزين نحولها فانا كده قلت له حط لي ال name وحط لي جنبه اللي هي اختصار string يعني حول لي ده من انتجر حولها لل string وحط لي جنبهم ال grade طب وتعالي نعمل برضو ايه حاجة كده في النص علشان يبقى space بس ما بينهم ان انا كل اللي عملته هنا كنو مع space علشان يبقى فيه مسافات بينهم ما يبقاش الكلام كله لازق في بعض وكده ومش مفهوم فعملنا space ما بين name والgraduation here وبرضو ما بين graduation here وال grade فتعالي نعمل run كده هنلاقي طبعا لنا هو احمد 2025 وجنبهم حرف الايه اللي هو بتاع grade وفي النصة اللي احنا سبناها هنا علشان بس الجملة يبقى شكلها قلطف شوية ومفهوم وهنا هو لازم كنا نعمل الحتة بتاعة دين احنا نغير الطيب بتاع الحاجة الانتجر علشان نقدر نحنا نعمل لان طبعا لو كنا نسيناها او ما كتبناهاش كان هيحصل عندنا error فده اول exercise معنا تاني exercise هو هو بالزبط بس الفرق اني بيقولك عايزك تطبع لي الثلاث variables دول على separate lines يعني ما تحطهمش كلهم في line واحد لأ انا عايزهم على كزا line طبعا يعني اول تفكير هيجي في بالك ان انت هتعمل print ال name وتحتها تعمل print ال graduation year وتحتها تعمل print ال grade هو يعني مقبولة ماشي لكن مش ده حل efficient او يعني مش ده اللي مطلوب او مش ده اللي انا قصدي عليه يعني اه اللي عايزين نعملو هنا ان احنا عارفين ان في ال string اه في حاجة اسمها backslash in فbackslash in دي بتشير لي new line ان انا بقوله اطبع لي name وبعد كده اطبع لي جنبه backslash in يعني اطبع لي new line وبعد ما تطبع لي new line اطبع لي ال graduation year طب وبعد ال graduation year برضه اقوله نفس الكلام اطبع لي backslash in تاني يعني new line فبعد ال graduation year هيطبع لي new line جديد يعني هينزل اللي بعده وبعد كده يطبع لي grade فتعالا نعملو الرنل ده هنلاقي عندنا اهو طبعا لنا احمد اللي بعده الفين خمسة وعشرين اللي بعده grade فكده عملنا التاني من غير ما نغير في اي حاجة كتير في الكود مجرد ضفنا backslash in بس اللي هي قلنا بتشير new line من غير بقى ان انت تعدل كتير في الكود او ان انت تعمل تلات جمل print وكل واحدة تكون فيها اه variable معين لا احنا عملناها زي ما احنا في نفس بتاعنا مجرد اضافة بس new line فده كان التاني بتاعنا طيب الاكسرسايز التالت بيلعب برضو على حتة اللي string ان هو بيقول لك يعني انت معاك name اللي هو award اللي هي احمد وعايزك تطبع هالي على تلاتة lines بس استخدم موضوع الاندكس اللي احنا عارفين وان انت اول line عايزك تطبع لي ahm اللي هم اول تلات حروب بس من احمد تاني line عايزك تطبع لي ed اللي هم اخر حرفين وتالت line عايزك تطبع mha ايه يعني حروف اصلا مش ورا بعض فتعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي تعال كده نحط جملة print هنا علشان نعمل comment هنا ونقول ان ده مثلا اجزامبل ون وتعال نعمل comment تاني هنا ونقول ان ده اجزامبل تو تعال ننزل تحت ونحل الاجزامبل التالت هنا هنقول له ان ده اجزامبل سري طيب تعال نستغل ان احنا عاملين variable اسم ونيم وشايلين جواه احمد اهو وتعال نشوف هنعمل التلاتة print دول ازاي هو عايز نطبع على تلاتة line فتعال نعمل print هنا وprint كمان تحتها وكمان print تالتة بعد كده نلعب بها بالإندكس براحتنا طب هو اول line كان عايز نطبع ايه اول line كان بيقول تعال نشوف السؤال A H M اللي هما اول تلاتة حروف من كلمة احمد طب علشان نطبع ده قلنا ان احنا ممكن نستخدم موضوع الرنج اللي هو بتاع اللي سلايس ان انا شوف عندي الاندكس هنا بادئ بكام وهقف عند كام وطبعا منساش هزود واحد في الاخر لان احنا عارفين ان انا لو قلت له مثلا عايزك تجيبلي من 0 ل4 فهو بيقف عند 3 مش بيانكلود معاه اللي هو الاندكس 4 فاحنا عندنا هنا ال A index 0 ال H index 1 ال M index 2 يبقى انا هقوله انا عايز اجيب من 0 لحد 3 لان احنا 3 مش هتبقى انكلودد معانا هيقف عند 2 يبقى هيجيبلي من 0 ل3 اللي هو هيقف عند 2 يعني هياخد لحد حرف ال M فنقوله اول print هنا اللي سلايس علشان نعملها كنا بنكتب اسم الفارياب العادي وبنفتح ال square brackets بتوعنا دول وبنقوله هتلي من 0 لحد 3 دي فهو في الحالة دي هيقف عند 2 وهيجيبلي لحد ال M هيطبع لي A HM طب حال نشوف تاني line كان عايز ايه قالك في line التاني اطبع لي AD اللي هو اخر حرفين في الجملة طب عندنا هنا طريقتين ممكن ان احنا نعملها بال negative لان احنا عارفين ان اخر حرف عندنا او يعني لو بدأنا بالعكس فبنبدأ من minus 1 فممكن ان انا اقوله هتلي minus 1 و minus 2 وممكن ان انا اجيبها عادي بالطريقة العادية اللي هو ابدأ من الشمال فاشوف ال E عندي index كام وال D ال index اللي بعده وازود عليه واحد فهنا احنا قلنا ال A index 0 ال H index 1 ال M هي index 2 ال E عندنا index 3 وال D index 4 يبقى انا عايز ابدأ من index 3 وهقف عند 4 بس طبعا بنزود واحد على ال index الاخير يبقى له هتلي من 3 ل 5 فدعا لا نقول له print التاني هتلي ال name من 3 لحد 5 فكده هيجيب لي من 3 اللي هو من اول حرف ال E و 5 طبعا مش بي include 5 معايا بيجيب لحد ال index اللي بلا بس اللي هو 4 فهيقف لي عند ال D باجاب لي ال E دي طب تعالا نشوف اللاين التالت كان عايز نطبع في ايه اللاين التالت بقى عايز نطبع MHA اللي هو التلات حروف دول بس مع كوسين فعندي برضو هنا طريقتين ان انا ممكن اجيبها عن طريق ال index ان انا اجيب ال index برضو بال negative وطريقة تانية ان انا استخدم index كل حرف وراء بعض طب تعالا نعملها بطريقة ال index كل حرف وراء بعض دي تعالا كده نعمل كده عشان نكون فوكس دي هنا شوية احنا عندنا MHA عايز احط التلات حروف دول وراء بعض لكن انا عايز احطهم يعني بالعكس مش عايز ابدأ من حرف ال A طب نشوف حرف ال M عندنا index كام احنا قلنا ال A index 0 ال H index 1 ال M index 2 يبقى انا اقول له اول حاجة عايزك تطبع لي name of index 2 طب حلو انا كده هيجيب لي هنا حرف ال M هعمل concatenation عادي جدا واقول له هاتلي جنبها name of index 1 اللي هو حرف ال H واعمل concatenation تاني واقول له هاتلي name of index 0 ففي الحالة دي انا قلت له هاتلي 2 1 0 اللي هو MHA فتعالا نعمل ران كده ونشوف النتائج اللي هتطلع لنا ال print اللي في الاول ده كله اللي هم بتوع exercise 1 و 2 بس احنا نشيل من هنا new line لان احنا عارفين ان ده كان على one line فتعالا نعمل run كده تاني هنا ده كان اول exercise اللي هو اطبع الحاجات دي على line واحد ده كان تاني exercise ان انا اطبعهم على separated lines وده ال exercise التالت اللي كان مطلوب مننا نطبع اول line A H M وده اللي عملناه هنا عن طريق تاني line كان E D وبرضو ده اللي عملناه واخر واحد اللي هو كان عايز MHA اللي هم اول تلات حروف بس مع كوسين فبرضو عملناها عن طريق موضوع ال index بتاع كل حرف فكده نكون عملنا exercise التالت exercise الرابع برضو بيلعب على حتة string وبيقول لك عندك string اللي هو احمد بس محتوط symbols على الشمال و symbols على اليمين وعايزك تطلعه output اللي هو يعني تسلايس كده كلمة احمد من وسط ال string ده فتعاله نروح نعمل كده الكلام ده تعالى ننزل هنا كمان كده ونقول له ان ده exercise four وتعالى نعمل variable نسميه مسلا name two لان احنا عندنا في name فوق ونقول له ان name two ده عبارة عن نحط كده كام symbol في الاول ونكتب احمد ونحط برضو symbols تاني في الاخر فكده عملنا هو ال string بتاعنا عايزين slice من ال string ده ناخد كلمة احمد اللي في النص دي طب نعملها ازاي برضو بنفس الطريقة دي جدا هنشوف ال index بتاع احمد دي من كام لكام وهكتبه عندي هنا اول حاجة هنقول له انا عايز name two وحط ال square brackets بتوعي ونحط ال range بتاعنا ونشوف هنبدأ من كام ادي عندي علامة ال at ادي index zero علامة ال hashtag index one وعلمة التعجب دي index two حرف الايه هو index three يبقى انا خلاص عرفت بدايتي هبدأ من عند index three فهكتب له هنا index three ونشوف حرف ال d ده هيوافع عند كام احنا عرفنا ال a دي هي index three يبقى ادي four ودي ال m هنا five وهنا ال e six ال d عندي seven وقلنا نشوف احنا بنقف فين وبنزود واحد في الاخر لان ده مش بيكون included معانا نوقفنا عند seven يبقى انا اقول له هاتلي الحد ال eight فهو كده مش هانكلود ال eight دي معايا وهيجيب لي الحد ال index seven بس اللي هو عندي حرف d فتعالن print ونشوف هل فعلا احنا كده عملنا slice لكلمة احمد صح ولا في اي مشكلة لما عملنا run اهو كل اللي فوق ده ال exercise القديمة اخر واحد اهو انا قدرت ان انا فعلا ابرنت كلمة احمد من وسط ال string ده كله فكده نكون حلينا ال 4 exercises بتوعنا على الحاجات اللي اتشرحت قبل كده خلينا نوقف على كده ونتقابل الفيديو اللي جاي